بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقلنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا ربنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله دخلوا لنا بالخير والسعادة والأمان والبشار إن شاء الله وكل ما هو حسن وكل ما هو خير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وإن خير ما نفتتح به مجلسنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العظيم ونفتتح مع الأب الديش بيتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله نحن داران لصام دين اللي صام دين في دارنا هذي والصبح إن شاء الله سوف ننقصوا لك اللي ديني في روسنا وورا نصام ديني دايما وصامي ديني واخدوا كل خير إن شاء الله والسلام إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكل المتعاطفين مع هذه الوقفة السلمية لملاك القرار والأراضي السلالية على مواكبتهم ومواصلتهم معنا في هذا الحدث اللي حقيقةً أطال ثلاثة أشهر وبدون أي تعاطف من ناحية السلطات اللي نحن نعنوها يعني بعد ذلك ما وليت منينا إن شاء الله عن مواصلة اعتصاماتنا الحضرية وتبيين العيوب والاضطهاد وما شبه ذلك من الأعمال الخصيصة الرضيلة اللي تمارس علينا من طرف هذه السلطات المتمصلحة الفاسدة اليوم اللي نتكلم أنا اللي نتكلم يوم عن نقاط وله قطعاً عن نماني له نهاجم براني وله نهاجم مالي وإنما له نتصل بهذه الإخوة اللي أنا مسميهم محاقنات الرواية اللي حقيقةً نظهرنا فيهم على أنهم يوم ريوم هذه الوسائل المتعجرفة وهذه التعاملات المشينة وهذه العنجهية المتخذة في سلوبهم اللي مارسوا على ذي الساكنة الأبية على ذي الناس اللي تلاحظوا اللي حقيقةً باقي فيها ذا اللي واقع في ذي التراب وواقع ذي الساكنة من ممارسات مذلة من حقرة من تهميش من زابونية وما شبه ذلك من المواصفات اللي مات لحدة يذكرها وما شبه ذا ذا تاش عدرقابينا ثم ذا 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 النعوتات الشوينة اللي ما خالق واحد منكم ما يدفع ويكرسع في كل فلاصة ويجي مركبها فينا هذي الانفصال والخيانة وما شبه ذلك نحنا قاع أنتوم يا أصلا اللي أعمالكم ذا هي نحنا وانتوم ما قطقا عشتماعنا باش نتقانا ولا نفصلوا هاي واحدة ولانا إليه نجتمعوا مالي لأنكم ما عندكم قارئة على الوضعية لا يجد حيش هاي الساكينة ولا تمثلوهم تنفيذ صالح والذي ظهر لنا مؤخرا على أن منين يعود خالق حد وراهي ظهرت لنا من خيرة أبنانا اللي يديروا الشان العام والذي يسجلوا في منفع لهذه الساكينة وراعي الضعيف وراعي ذاك اللي ما عنده شو ذيك الأرملة وذيك اللي ما عندها مدخول لا يدخل إليها ما هو يروح لها ما هو ذاك إلى عاد الليل يديروا وفيه وتمرقوا واصبعكم منهم وتنعتوها على أنه يمول ناس خارجيين وما شبه ذلك من المواصفات نقول لكم أنا من هون على أن ذيك النوع من أبناء الإقليم اللي فيهم فايدة على الساكينة واللي فيهم فايدة واللي اللي يراعاوا كل هذي المتطلبات ودارين يديهم وراها ينحرانا قدامهم ووراهم وفي زرهم ولا يمسهم حد ما هو حد ما سنع وقلوب المرصاد يا سوقاه هو من هوية أبناء أبناء إذن هذا زي الأخلاق اللي متاصر بكم أنتم واللي يوم ورا يوم يتبين على أن هذا اللي تصبوا عليها اللي شي حد حد وحد رسكوا وتبين على أن هذا كلامكم اللي يظهر اللي من كل عشرين سنة وفي وجهة الانتخابات تلودوا اللي شي تصرقوه وتنهبوه وتلودوا الفساد ولقد تبينتوا شي صالح اليوم أرى أننا قاعدة أنكم نحن ساكنة جهة داخل وادة الذهب والناس المثقفة والناس الناتجة والنادوها من كل مكان على أنها توقف فوق فتراجل واحد وإمرأة واحدة خالف كل من يهمه أمر الساكنة ودائلها حسابات يسوه هو من هوية وراء أننا ما أنا من تميين الحزب ولا أنا من تميين المنتخب ولكن ننتمول الحقيقة وننتمول الناس الصالحة اللي عندها قيلة والناس المثقفة والناس اللي واقفة إلى جنب الضعفاء والناس اللي عندها قيلة كبيرة على ذي الوضعية اللي تعيشها هي الساكنة واللي حقيقة عادت انتعت اليوم على أنها تخلص ناس في البوليزاريو وتخلص ناس وكذا وتخلص ناس هذا لا منحر ذيك البحشيش اللي انقطعت عليكم واحنا من هذا اللايف ومن هذه التنسيقية أراننا واقفين واقفة راجل واحد قورة وقدام وجم ولا يمسوا شي يسوى شي يسوى شي يسوى لي ابن من أبناء هذه المنطقة الفتية اللي عنده قيلة على ذي الوضعية اللي يعيش هذا المجتمع واللي حقيقة يراعي الضعيف وطار حيدو هل هو واحد منكم انتوما قطق عجلة عرملة والله أمر محتاجة يخرص صلاك انا متعش والله متغذية ما هو خالق هل هو راجل فيكم ناس السروال راني انتحداكم برلمانيين وانتحداكم منتخابين وانتحداكم رجال السلطة واحد منكم قطق على دار مريبة طيحة الأمر وشاشرتها ما هو خالق هل هو رجاج قط مول مشاريع تفوق الألاف وسواها كاملة من هذه المنتخابين نحن عدلنا كاملة سنة anunciت gaz ما قطيشفناها اذن خلوا عنكم الناس ف Vladimir اللي بغى تخدم للسااكينة خلوا عنكم الناس اللي بغى تخدم المجتمع خلوا عنكم الناس اللي بغى تخدم الدولة خلوا عنكم الناس اللي بغى تخدم الحقيقة هذا راني نacja نقولولكم ومن هذا اللايف ن نقول لكم علانكم من تومة ولا ظلامكم ولا ذبابكم ولا تהו Carbon وله ماه وثاني��라고요 الحقيقة وله ليمس من الرجالات المستقبل الشرفاء الكرماء الناس اللي عندها قيرة ونقولها ونعلها مرة ثانية على نرانا خلف وامام وإلى جنب من يخدم هذه الساكينة حتى أن يرث الله الأرض وما عليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وقال الكلام كامل يقول أخونا العالم لا تقعيق دي حد يعقوش. يغير بعد إحنا نختار المنتخبون خرصوا من هذه المجتمع والله هاي الشريحة من ذلك المجتمع اللي طلب حقوقه فردوا وكيف له الدستور كيف ما قلنا. إننا الرايكات هي ثلاثة شهر واسبعة أيام والله ثلاثة شهر وخمسة عشر يوم. حتى الدولة ما تفعلت معانا. والدولة ما يمخرصها مصلحتنا. أبدا لكانت مخرص المصلحة. ألا كونتينير واحد من هؤلاء كمعين اللي يمشوفوا الليل. اللي قايسين طنجوا وفهم يطلعوا الخزيرات وبيعوذ الخيرات. يعطوهم غير كميون واحد يسكتوا به التلاك اللي كلها ساكن معايل. والناس عايشة تحت خط الفقر واللي قال الحقيقة يصبح مجريم عندهم. من ناحية الثانية كيف ما قال العالم. في قضية ياسر ينكتب عندنا الناس اللي ما هو حقيقة. نحن اليوم ما فات قد تظهرنا هنا في هاي المدينة ما هو إنسان. أدى الياسر من لا داعية اسمه. أدى الياسر من الخيرات للناس ومن رقلها ياسر من الحقوق. اللي فاتوا هذو الجهات كاملة اللي قط حكم فيهم هنا لقاش. ما قط لينا حد معدل الحقيقة ما قط عطاشها حد لحد. إن أطل رمالات. وعاونت الناس اللي بديها مكسرة. من أطل الجمعيات المدينة وعاونت. هذي الحقيقة. لقاش خاصه ما يجامل ولا يكذب. والطب اللي يرتفل بملاه مريض من هنا تياه ومشي معاه. عنصر ثاني. بولا حق ذيك الارض ببياته وبأموره بماكلته ومعاه ذاك الموظيف اللي ماشي معاه. هذا ما قط ظهر النمو في ذا إنسان. وحنا مانا سامينه لعله إن قال عن نقع جائل من جهته. والله ما عبينا ولا جائل. هذي الحقيقة. الحقيقة إن قال ولو في نفس الإنسان. نحن ما قط ظهر أنه إنسان واحد في ذا المنطقة قائل على ذا المدينة ومحسود عليها. وحنا اللام على ذا الله يخدم هذه المدينة ومصلحتها في أماتنا وأخواتنا وفترابنا. ومن حقنا نقضي أرضنا في أمورنا وحقوقنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. شكرا. أريد أن أرجع لكم شوية. أريد أن نسيت عبارة هونك تبقى نقولها. على أن هذا الإنفصال الذي أنتم ترمو به الأدمية. أنتم هم اللي تصنعون الإنفصال. أنتم تصنعون الإنفصال. وتعدوا الإرهاب وتعدوا الحقد. الدفين لتصنعون بين الساكنين. أنتم هم المنتخبين لدينا التعامل. المسأة الثانية. أريد أن أعود الذي يدعم خاص صعود. يعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يمشي في الأمور. وعندما صارها الحقيقي. وليس يعد قابض الأسلوب العنجهية. وهذه البلطجية المطلوسة. أنتم هم اللي صنعتوا الإرهاب. وأنتم هم اللي تعديوا الإرهاب. وأنتم هم اللي تزعوا الكراهية. وبين ساكنة هذه الأرض الطيبة الطاهرة حقيقة. ونقول لكم هذا المنبر. على أن أراه ما يقدر حد يوصفنا هذه المواصفات. والتي يوصفنا بها يجينا يجمع معنا. نعرف ومنين في الصاليين كانوا من إحنا. ونعرف الفساد منين كانوا عندكم. وأنتم والله عند حد ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر الأخ محمود والأخ بدأ. نحن البارحة الحقيقة صارنا صهرة طويلة. كنا عايدين نعطوكم ماحة الفكرة واضحة. على هذا النهب والاستنزافة اللي واقعة فيه جهة الداخلة. وهذا الذهب. وعدم استفادة ساكنة الداخلة من خيراتها. كان من أرامل من نساء من عائلات. من إلى آخره. ذاك كفئة المجتمع كامل. اللي محرومة. وانتم ما تقولوا عنها مستفادة وذا. ونحن البارحة طيناك مرانة لا نمودج. ومشينا مولي لذو كله الزينات الكبار اللي كبر مولانا. اللي ما فيه محد من الصحراويين ولا فيه محد منها للداخلة. خالقين واحدين فما تحشوهم في عينيكم. ويبقوا يتمقطوا علينا نحن ويجلبوا علينا. يقولهم عنا لا تجلبوا علينا ولا نجلبوا عليكم. كلها يقبض واقرو. نحن نعرفوكم أنتم ونعرفوش عندكم. ونعرفو هاو الناس ونعرفوش عندهم. معناه عنكم أنتم لا تقولونا هذا والله هذا. هذا من ناحية. نحن اليوم وعيني بكري كنا متلقين للوزير. كانت عندنا خطة على أننا لا بداننا نجبروا الوجزير أخنوش. لأنه هو اللي عنده مصالحنا كاملة كالجهة الداخلة وادي الذهر. لا في الصيد البحري ولا في الفلاحة. اليوم وعيني الحمد لله من صلاة الصبح ونحن وعيني والبارح ما يرقدنا. معناه عن الرقاد مات لخالق. انظوروا أهدافنا تحقق. وذوق الناس اللي جايين بيننا مع أهدافنا. نحن لهي ننصفوهم. ننصفوهم نصفا. لأننا نحن لم نريد أنتموه في المحن وفي الفقر وفي الجوع وفي ذهر. ويتموهما يقولوا عنا نحن في بحبوحة. وعنا متموكين وعنا كذا وعنا هذا. نرى أن الساكنة ديال الداخلة هي من أفقر العلم. ومملي ذا مملي من أين نجوم مملي خرص ومملي انعكاساته على المدينة؟ ما هو كاين يا الشفارة. انعكاساته على المدينة البنيات التحتية كاملة زيرو زيرو. البنيات التحتية كاملة عندنا هون زيرو. شوفوا قير الواد الحار البارحة اللي نحن. مشينا معه الخطوط والشوارع كاملة مهرسة وهذا. الماء الصالح للشرب منين هو؟ التعليم منين هو؟ الصحة منين هي؟ الفلاح هذا هو سارق 1600 و 12 شارطون من العلف ديال المواشي. و 400 كوبة ما نعرف نكانها طلعت والله قضت. هذا راه ما هو كلام لنحن. هذا كلام الغرفة ديال والناس اللي كيمثلونا نحن. اللي في الغرفة والأعضاء ديالها. هذا من ناحية ثانية. ومنين نجو نقيموا وضعنا نحن. يوه نحن لا هذا لا هذا. نحن ما عندنا فضة ولا عندنا شو عايشين الفقر. وهو المدينة الموالي ذي هي خالية؟ معناه عنا نحن ما بقينا في ذاك. اللي مو من بين كافرين. اوه موالي هاو القوارب. المئات 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 من السفن. من الصيد الساحلي. ومن الساردينيا. ومن الشاروتي. ومن الرس دوبالفي. ومن ومن ومن. نحن ما عندنا رخصة فر. نحن الصحراويين كاملين كافينا رخصة واحدة من هذا اللي. اللي انقدوا تقنينا. اوه موالي آخر هم اللي جلبونا وموالي على عراضينا. اللي مخلين هانا أباتنا وجدودنا. مخلين هانا ومحرينها. ما هم قابضينها على طبق من ذهب. محرينها بدماءهم. ومحرينها بسجونهم. ومحرينها بتعبهم. ومحرينها بتكارفيصهم. من ثم أم اللي تعطوها للأجانب. لماذا تعطوها للأجانب يا أخوتي. ثم إحنا لا لحم الرقبة. مذموم وموكول. ما بقي نبذة ولا بقي نبذة. أم اللي نقول لكم رواية ثانية. راهوا هنا أماتنا وأخواتنا وذا. نحن ذا الشي اللي واقع لعائلتنا. اللي هي عائلة مولاي عباس. راهنا ما نقابلينه. أي صحراوي. راهوا ما هو قابل ذا. أكلت يوم أكل الثور الأسود. نحن ما نلاقي نقبله عنها عائلة صحراوية. تشرد. بولادها وبأمها وبالبارح. مسكينة. أمهم طايح لهالسكر. ومنتهم ذيكية سوكينة مسكينة تتكلم. بحرقة. بوها يجي ويلبي النداء. وهذا وفما تتقابله بهذا النوع يا وزارة الداخلية. هذا لا يجوز. لا يجوز. هذا غير مقبول. غير مقبول غير مقبول. وانطالبوا مملي من ذا الوالي. اللي منتهجنا سياسة الأذان الصماء. واذنيه ذوك الكبار المغفورين. عنا يفتحهم. ويفتح معنا الحوار. ويناقش معنا. رنمانا لا يتم ولا هون هون. وتم هو يبيع حرايثنا. ويبيع أرضنا. ويبيع رخصنا. وسجعلنا وزارة الصيد يقولهم. أعطوني أنا ذوك عشر رخص. وأنا نكفيكم من الباقي. ما تكفيش شي ولا تعدل شي. وهذا ما عندك هون حق. ما عندك حق في الداخلة. ولكن نحن الحق عرفنا عنه ما هو كين. وعرفنا عنه مملي. الدولة. واش كين الآذان والله ما يكين. هذا من التقارير اللي تمشي من الجهزة الأمنية كاملة. على ذي الخروقات اللي عدد ذا الوالي. خاصه يحاسب وخاصه يحاكم. ومن هذا المنبر. نشكر الأخ مصطافة. من سبتة. اللي فضحوا. بكل جرأة. وبكل كبرياة. وبكل شجاعة. أراني قادة نجيب لكم الفيديو ديالي. السي مصطافة. أخونا من سبتة جاينا. يناضل من أجلنا نحن. رجل الأعمال اللي. رجل طيب. قال له هو نعطيك الأرض. ونعطيك قال له أنا ما تعطيني شي حاجة ماشي ديالك. أنا من هنا نبقي الأرض نشريها. وراء إن شاء الله وقاين نجيب لكم الفيديو دياله. وقاين نجيب لكم المسائل دياله تسمعوه. الرجل الطيب الريفي. الحرب. اللي لا يقبل ما هو شي معقول وش حقيقي. ومن هذا المنبر أنا نحييه تحية عالية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.